أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الأهلي نشوف السوشيال ميديا كتبت إيه عن الأهلي في الساعات الأخيرة والنهاردة كل الحسابات من تويتر يلا كورا بيكلموا على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري زياد طارق وأحمد سيد غريب يا قدان الهجوم تشكيل المتوقع وليس الرسمي علي لطف في حراسة المرمى رمي ربيع محمد عبد المنعين محمود متولي محمد أشرف ومحمد هاني أو كريم فؤاد أليو ديانج محمد محمود بير سيتاو زياد طارق أحمد سيد غريب ساعة سبعة ونص تمانية بالكتير هيكون التشكيل الرسم تم إعلانه من النادي الأهلي حساب الأهرام على تويتر أيضا تحذيرات سوارش للعب الأهلي قبل مواجهة المصري اليوم في الدوري الكلام في إطار القتال على الكورة السيطرة على المباراة عدم السمح للمنافس بالتحكم في مجريات الأمور كلها تعلمات بتبقى يعني مهمة قبل المباراة وبالتأكيد بتتقال في المحاضرة الأخيرة قبل التحرك لملعب المباراة حساب اليوم السابق أيضا على تويتر ماذا قدم الأهلي والمصري البرسعيدي في الدوري قبل صدام الليلة الأهلي في المركز التالت المصري في المركز الاثناشر الأهلي تسعة وخمسين نقطة المصري تلاتة وتلاتين نقطة الأهلي لعب سبعة وعشرين مباراة المصري تسعة وعشرين الأهلي فاس سبعة تاشر المصري فاس سبعة التعادل تمانية للأهلي اتناشر للمصري هزيمة الأهلي خسر تلات مطشاط المصري خسر عشرة الأهل سجل 54 هدف المصري سجل 33 الأهل استقبل 20 هدف والمصري استقبل 34 واضح جدا أنه فيه فرق كبير جدا فيه النقاط والترتيب والأهداف عشان كده الأهل حتى فيه المقدمة والمصري نقدر نقول فيه وسط جدوى للدور لكن خسارته النهاردة عند دخله فيه ضوامة الهبوط لذلك هنسمع النهاردة عن مكافآت خيالية وسبح الله ما بسمعش المكافآت الخيالية دي لأي فريق عامة يعني إلا لما بيكون بيلعب مع النادي الأهلي طيب نروح كمان لحساب كورا بلس مصدر بوادي ديجلة يكشف لكورا بلس حقيقة تفاوض الأهلي مع مهاجمه الكلام هنا على يوسف حسن مصدر في ديجلة قال له كورا بلس أن النادي الأهلي أبدى اهتمام باللعب في الانتقالات الصيفية اللي جاية ويوسف حسن لا يمانع اللعب للأهلي باعتباره طبعا نادي كبير وشرف لأي لعب لكن لسه موقف وادي ديجلة مش مؤكد حتى هذه اللحظة عموما كلام دي على وحدة مصدر لكورا بلس لكن الأهلي لم يعلن أي شيء رسمي بخصوص انتقالات الصيف المقبل الوطن سبورتي بيكلمه عن أن الأهلي يناقش سيراميكا كليوباترا في طلباته لبيع شادي حسين كلام كتير على شادي حسين لكن بعد نهاية الدورة يوم 38 هنعرف كل الجديد الخاص بالصفقات قبل منتقل إلى المشاركات الأهلي أي صفقة يتعاقد معها بعد 38 بإذن الله هيقدر يعيدها في أفريقيا قبل 15-9 ويستفيد بيها في دور الـ 32 في دور أبطال إفريقيا ودي شيء مهم أو ده شيء مهم للأهلي في الفترة اللي جاية تعليقات الجمهور والمشاركين معنا في السؤال اللي طرحناه أستاذ سيد بيقول التشكيل المتوقع علي لطفي أشرف ربيعة متولي كريم فؤاد ديانج محمد محمود محمد فخري زياد طارق أحمد غريب وبرسي تاو ما قلتش يا أستاذ سيد النتيجة طيب أستاذ حسني بيقول إن شاء الله فوس كبير للأهلي نفس تشكيل مباراة الاتحاد الأخيرة يعني ممكن هيحصل تعديل على 3-4 مراكز في التشكيل أستاذ يوسف بيقول علي لطفي أشرف متولي ربيعة كريم ديانج محمد محمود أحمد سيد غريب زياد طارق وميسي برسي تاو النتيجة 0-2 للأهلي فيه ثقة كبيرة جدا في اللعيب الشباب وإن شاء الله يكملوا على كده الفترة اللي جاية محمد جمال تشكيل الأهلي المتوقع علي لطفي هاني عبد المنعم متولي أشرف ربيعة ديانج محمود زياد طارق محمد فخري وأحمد سيد غريب وإن شاء الله الأهلي يكسب 4-0 أهلاوي أنا والفخر لي آخر رأي معي أستاذ محمد سيد بيقول علي لطفي عبد المنعم متولي ربيعة أشرف ديانج محمد محمود كريم فؤاد زياد طارق برسي تاو أحمد سيد غريب و2-1 للأهلي إن شاء الله لاحظت حكتين فيه ثقة كبيرة جدا في اللعيب الشباب عشان كده النهاردة موجودين فيه التشكيلة المتوقع بالنسبة للسادة المشاهدين وكمان فيه تفاول أهلي يكسب سواء 2-0 أو حتى 2-1 في الختام نتمنى يا ربي التوفيلي النادي الأهلي في مباراة اليوم وبشكركم بالطبع على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء